أسلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا في كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة اليوم مش نحكيه على تصريحات بدردين الجمودي اللي قال من الضروري إخذاء أعضاء الحكومة إلى تحليل المخدرات قال النائب البرلمين ورئيس لجنة الإسلاح الإداري ومكافحة الفساد بدردين الجمودي أنه بيت من الضروري إخذاء أعضاء الحكومة ومساعدهم وشغل الخطط الوظيفية العليا في الدولة إلى تحليل المخدرات ووصف الجمودي في تدوينه نشرها على حسابه رسم بمواقع الفيسبوك يوم الأربع الحكومة بحكومة الكوكاين متسائلا ماذا تنتظر النياب العمومية لفتح تحقيق بعد تصريحات يعقوب الغذباني وكشفه على علاقة المتطورة بسكين القصبة واعتبر أن جريمة مسك وترويج المخدرات باتت محمية سياسيا في تونس مبينا أن القانون يطبق الفقراء والمسحقين دون سيويهم وكان يعقوب الغذباني الذي هو في حالة فرارة ومحل تفتيش في قضية ترويج المخدرات قد نشر فيديو على حسابه بمواقع الفيسبوك يوم الثلاثة عشرين جولي الجيري يشرح فيه تتبعات قضائية وتهما صادرة في شأنه مؤكدا أن له علاقة مع عديد الشخصية السياسية وأنه التقع عديد المرات في القصبة مع رئيس الحكومة يشم المشيشي ووزير المالي علي الكعلي ضمن ما اسمه نشاطاته السياسية والاجتماعية التي يقوم بها العلم والله ما نعرش الحكية صحيحة والمش صحيحة مش اللي يجي يخرج يحكي رأسه يحكي ويتهم وانصدقوه العلم والله وكهوه يتشنون أجمع نقولوا كيف يتهمني آراءكم ماذا بينا اللي عنده معلومة ينورنا يخلينا في التعليقات لأني نقرأ فيهم ما تنسيوش لايك واشتراك وما تنسيوش عادة اشتراك في الصباح متعنا صوت الحق على الفيسبوك فيها أخبار جديدة وحصرية باي باي